يجسد التاسع من حزيرون محطة مضيئة في تاريخ الأردن الحديث إذ اعتلى جلالة الملك عبد الله الثاني في مثل هذا اليوم من عام 1999 عرش المملكة الأردنية الهاشمية لتستمر في عهد جلالته مسيرة بناء الدولة المدنية الحديثة وتعزيز منجزاتها وإعلاء صروح الوطني وصون مقدراته ويتطلع الأردنيون في عيد الجلوس الملكي الثاني والعشرين إلى مواصلة مسيرة العمل والريادة والإنجاز والإصرار على البقاء نموذجا للدولة الحضارية التي تستمد قوتها من تعاضض أبناء شعبها وثوابته الوطنية ويبدل جلالة الملك جهودا كبيرة باعتباره وصيا وحاميا وراعيا للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف بالمنطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات للحفاظ على هويتها العربية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية والدعم وتثبيت سكانها مسلمين ومسيحيين كما يوظف الأردن بقيادة جلالة الملك كل طاقاته وأمكاناته للتصدي لمخاطر التطرف والإرهاب وخاصة من خلال المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الحوار بين الأديان وفي يوم الجلوس الملكي الثاني والعشرين يؤكد الأردن بحكمة قيادته الهاشمية ووعي شعبه العظيم أنه يسير على درب واضح نحو المستقبل الأفضل رغم ما يحيط به من أزمات وما يواجهه من تحديات اشتركوا في القناة